هيا يا أطفال هيا نمتيا قم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بيها عبرة حكمة مثل معلومة وبيها نور العب أعمو ياسي تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو ياسي شكرا 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 أحبائي عمو ياسي سعيد جدا باستقبلكم في هذه الحصة الخاصة في بداية كل حصة نستقبلوا البريد تعالأطفال والأولياء كذلك اللي بعته هنا عن طريق موقع الأنترنت عمو ياسي شكولي جيبنا البريد سعيد البريد إذا استقبلوا معي يا صهيب أصغر سعيد بريد مرحبا بك مساء القرية أطفال مساء قرامو ياسيب مساء القير سعيد وشكرا شكرا نباز؟ نباز جبتنا البريد نعم إذا سعيد جابنا بريد تعاستقعدنا الأطفال ديرهن في علبة بريد باش نبعد عمو ياسيدي يقرأونكم عمو ياسيدي سعيد جدا 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 دائما باستقبال رسائلكم إذا نرسائي لكم كي توصلنا نكونوا سعاداء جدا 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 أحباي مع السلامة يا أطفال مع السلامة سهيب مع السلامة شكرا في هذا الفترة هذه يوم 19 مارس شكل يعرفوش وقع في يوم 19 مارس وش كان في يوم 19 مارس بالنسبة لطورة التحرير والاستقلال وكامل وش وقع في 19 مارس 1962 وقف إطلاق برافو وقف إطلاق النار يعني من تمال يبدأوا بدأت تقرير المصيات على الشعب الجزائري وصلنا للاستقلال في خمسة جميلية إذن كانت هذه في 19 مارس يوم 21 مارس عيد عيد الشجرة إذن هو اليوم العالمي للغابال ونحن نسموه عيد الشجرة وكذلك يوم 21 مارس كين يوم عالمي يوم عالمي تقولي هنا لا لا شكرا يقوله هنا اليوم العالمي للأرض لا لا اليوم العالمي لا قلناه عيد الشجرة لا لا هذاك 16 مارس وقف إطلاق النار يوم 21 مارس هو اليوم العالمي لمصابين بالتريزوميا يا حبائي نحبوهم لأنهم احنا بزاف ويحبونا احنا تاني نحبوهم يحبوا عمو يزيد وعمو يزيد يحبوهم بزاف إذن تحية لكل المصابين بحالة التريزوميا وتحية الأولياءهم تاني اللي قايمين بهم لأنه ليش حاجة سهلة أنه يكون عندك طفل ولا طفلة مصابر ومصابة بحالة التريزوميا كذلك يوم 22 مارس كين يوم عالمي مهم جدا يوم 22 مارس هو اليوم العالمي للماء وجعلنا من الماء كل شيء حيا صدق الله العظيم أحبائي الماء مهم جدا لذا عمو يزيد لكم أغنيا بعد حنغنوها مع بعض تحتكم على عدم الإسراف في المياه قلوا فيها لا تصرف في المياه إذن ما لازمش تبدير وخاصة الماء يا أحبائي الماء حاجة مهمة جدا في حياتنا إذن لازم نقتصدوها يا أخي في بداية كل حصة نعطيكم سؤال سؤال ولا لغز تحبون ألغز ولا سئلة سؤال اليوم يقول ما هي أكبر دولة في العالم من حيث السكان على بني بلي شاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا لم يشوفوا فينا وإحنا منا لتم نروح الفقرة أخرى وإنكي قبل ما نروح الفقرة حبيت تتكلم مع أصدقاء أصدقائي واسمك بنتي؟ يارا يارا وين تسكني يارا؟ في مدينة الجزائق في الجزائق شحل في عمرك؟ سبعة 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 أيام؟ سبعة سبعة وشن؟ سبعة أسنين سبعة أسنين الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك كذلك راي معنا الشابة وش ركي بنتي لها بس؟ أكي مليح؟ أكي مليحها؟ كي فرحانة لك هنا؟ هنا تانينا فرحانين بيك بنتي لها بالك؟ رحتي للأمرال عملي فات للا؟ وكتش رحتي؟ تقرأي مليح؟ تحبي تقرأي؟ أحبائي الأطفال المصابين بحالة تريزوميا أولياءهم، والديهم عنهم كفاح كفاح باش يقرروا ولادهم من أجل تمدرسوا عنهم شعار واسموه مدرستي مستقبلي إذن إحنا اليوم نتوقفوا باش نضامنوا معاهم باش ولادهم كامل المصابين بحالة تريزوميا وكامل دولي احتياجات خاصة يكونوا عندهم تمدرس لأنه من حق من حقوق الطفل هو حق التعلم أباكم يا أحبائي الأطفال عنهم حقوق وواجبات وحق من حقوق الطفل هو الحق في التعلم العلم يا أحبائي وش عليكم دركة نروحوا نكتشفوا شخصية عالم من علماء الإسلام ابن سهل مع أشرف إذن تفضل أشرف تفضل يلا مساء الخيري أصدقائي سلام شخصية اليوم هي أبو سعد العلاء بن سهل ولد عام 940 والذي كان عالم بصريات وفيزياء وطبيب ومهندس في عم بصريات محترع مسلم في عصر ذهب الإسلام عمل في البلاطة العباسي في بغداد قام ابن هيثن باستعمال أبحاث ابن سهل وقد سعادته في عم بصريات وضع واكتشف ابن سهل أول قانون انكسار وقد استخدم قانون لاستخلاص أشكال عدسات التي تركض الضوء من غير انحراف فالمعروفة بعدسات الانكسار وهي غير ضئية الشكل كتابه المبدع في عام 984 ميلادي حول مرايا الحارقة والعدسات يبين فهم لكيفية كسر مرايا منحنية والعدسات لضوء وتركيزها وكتاب الذي أثار الدهشة المؤرخي المؤخرا وكتاب الحراقات الذي استهله ابن سهل في التوضيحات التالية وقد غبرت ظهرا وقد غبرت ظهرا أبحث عن الحقيقة ما ينحى الأصحاب التعاليم من قدرة إحراق جسم بضوء على مسافة بعيدة وإضافة إلى أشاميدس من إحراق صف الأعداء بهذا ضربت بنحيل حتى عرفت جملة الحال فيه وتعاقبتها بالتفصيل حتى استعنت عليه بما وجدت من كتب قدماء وانتزعت منها ما تضمنت به وهو وصف إحراق جسم بضوء شمس منعكس عن المرايا على مسافة قريبة ونوع من إحراق بضوء جسم قريب ينعكس عن النئات توفي عام ألف شكرا 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 أحبائي إذن أبو سهل هو عالم من علماء الإسلام إحنا نعتز بالعلماء المسلمين والعلماء الجزائرين خاصة نقبلك ونا نتكلم عن الماء ودوره في الحياة عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها لا تصرف في المياه غنوها تكمل معي يا الله تغنوها معي لا تصرف في المياه فيها خير فيها نقا فيها نماء للأحياة فالماء نبع الحياة لا تصرف في المياه فيها خير فيها نقا فيها نماء للأحياة فالماء نبع الحياة هو طهر للإنسان فيه رزق للحيوان هو رحمة مهداد خيرنا فعل الأبدان هو طهر للإنسان فيه رزق للحيوان هو رحمة مهداد خير نافع للأبدان لا تصرف في المياه فيها خير فيها نقا فيها نماء للأحياة فالماء نبع الحياة فيها نظافة للإنسان منه سقي للأعشاب خير نافع للحيوان هو نعمات مهداد هو نعمات مهداد فيها نظافة للإنسان منه سقي للأعشاب خير نافع للحيوان هو نعمات مهداد لا تصرف في المياه فيها خير فيها نقا فيها نماء للأحياة فالماء نبع الحياة لا يكفيك في تبديل وحياة بلا تسيير عاهد نفسك أن تراه بادر بادر بالتغيير لا يكفيك في تبديل وحياة بلا تسيير عاهد نفسك أن تراه بادر بادر بالتغيير لا تسرب في المياه فيها خير فيها نبا فيها نماء للأحياء فالماء نمع الحياة أشكر ربك ما أعطاك نهر النبع قد أهداك هذا مطر قد أعطاك زرع الخير في محياك أشكر ربك ما أعطاك نهر النبع قد أهداك هذا مطر قد أعطاك زرع الخير في محياك لا تسرب في المياه فيها خير فيها نبا فيها نماء للأحياء فالماء نبع الحياة برافو فالماء نبع الحياة يا أحبائي لا تسرب في المياه فيها خير فيها نقاء فيها نماء للأحياء فالماء نبع الحياة لا يكفي يكفي تبدير وحياة بلا تسير عاهد نفسك أن ترعاه بادر بادر بالتغيير إذا يا أحبائي الماء نعمة من عند الخالق لازم نحافظه على الماء يا أخي يا أحبائي تحبوا ألعب الخفا إذا نروح نستقبل عم وجوجو لجانا من مدينة واتسوف تفضل 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 شكرا للماء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة 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 برافو 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 اشتركوا في القناة 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 ولا كنزوشتو ما براتش ما براتش هذك السم كان قوي واش يدير راح تباح هذك البقرة تباح هابش يوكا تباح هم كامل ومن بعد كي تباح هذك البقرة باش تشوفوا باللي محبوش يسعدوا عمو يازي نستخصم حكايتها اليوم أنه كم مرة يا أحبائي عرفنا على شخصا ما يواجهه مشاكل وظننا أنها لن تؤثر عليه برافو برافو تفقها تفق على بوبي تفق على بي أحبائي كم من مرة واجهنا المشاكل وظننا أنها لا تؤثر علينا أنها تؤثر على الغير فقط كما يقولون بالعامية عندنا نحن يقولون اختراسي ما يهمنيش هذش لا لا يا أحبائي يكونوا عايشين في مجتمع كل شيء يهمنا نضافة المجتمع آمان المجتمع تمأننة المجتمع كل شيء يهمنا ما لازمش الإنسان يدرق راسه ويقول هادشي لا يعنيني يا أخي يا أحبائي يالله معي أرجو على ماكنتاكم إذن أحبائي شكرا 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 إذن الإنسان ما لازمش يقول اختراسي كل حاجات تهمنا في المجتمع تعنا مدامنا عايشين في المجتمع مع أفراد مع الناس نحبوهم ويحبونا كل حاجة في المجتمع تعنينا يا أخي نحقنا دركاء الركن نحبوه بزاف هو الركن النكت شكولي عنده نكتة جميلة جي حكيها العموي يزيد نكتة جميلة تعالي بدون تعالي بنتي مسمك بنتي نور الهودا نور الهودا وين تسكني نور الهودا برج الكيفان في برج الكيفان حكي نه نقطتك واحد الخطاء وواحد معلم قال تلامي التاوي رسمولو فيل قال رسمولو فيل غالوا حد يرسم له نقطة قال له وشنو هذي قال له هدفه لو جي من بعيد جي من بعيد برابو 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 تعال 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 واسمك أمين كيف حال في عمرك أمين 16 سنة الله يبارك حكي نه نقطة تعال قال لخطر عربية ومريكانية وفرنسية قال لك تخاطر ببيتهم قال لهم لي داخل داخل غارة عنوال قال لك كبير قال لك لي خرج وما في حتين ملاء هو الرابح قال لك تخل تحال مريكاني خرج نصوقة عنوال تخل تحال الفرنسي تخرج قام عمار تخل تحال جزيري قال لهم تخل وبدأ تخرج ما أخرج في حتين ملاء قال لهم قال لهم تخشو فيه كيف مننا وبدأ قال لهم بل يقتلت النملة راحوا للجنازة أحبائي لحقنا دركا الركن الرسائل اللي نقرأ فيها الرسائل تا أصدقائنا اللي بعتوه مننا وجابه مننا سوهي ساعة البريد عطيلي ببي رسائل تا أصدقائنا الأطفال شكرا 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 ببي شكرا هاي أروح تعال تعال أروح لعندي أيل عندي أيل عندي خلاص هم راحوا راحوا أروح هاي أروح قال قراب شاطر 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 تبقى معي وإحنا نقرأ الرسائل تال أطفال يا أخي هاي هاي إذن أول رسالة قرأوا الرسائل تال أطفال إذن منتصر ماريا ثمان سنوات ومنتصر عبد الله ست سنوات من مدينة الكاليتوس من الجزائر العاصمة قالوا حصة تدخيفية وترفيهية للأطفال وهي أمنية ابنتي للمشاركة معكم مع العلم أنها الأولى في دراستها ومتحصلة على شهادات ووسام وملكة جمال بلدية القبة 2018 الله يبارك ماريا منتصر بنتي مرحبا بك وعمو يزيد رح يكلمك شخصيا فاشتجي تحضري معنا نعيت لها إذن الرسالة الموالية قاسي ملك خمس سنوات مدينة وادل عليك ولاية البليدة قاتلكم أحب هذه الحصة لأنني مهتمة جدا بها لاهتمامها الكبير بالطفل وبنتي وملك متأطرة بها جدا إذن قاسي ملك خمس سنوات بنتي مرحبا بك مرحبا بك مرحبا برسالة الرسالة الموالية محتوغي ملك أربع سنوات مدينة وهران وهران الباهية قاتلكم ستنقيا بالإميسيون جانبوك وعمو يزيد إذن ملك بنتي زورنا مدينة وهران وسوف نزورها مرة أخرى إن شاء الله مرحبا بك بنتي ومرحبا بك في الحصة كذلك هذه السالة الموالية بالعيد أمال تسع سنوات مدينة العطاف ولاية عين الدفلة قد كم أريد المشاركة في الحصة وأحب كل الأطفال إذن بالعيد أمال حالتاني نحبك بنتي شارتي معنا إن شاء الله إذن بالجين إخلاص كل سنوات من زاوية كنت ولاية أضرار الجنوب الشاسع الجنوب الجميل قد كم الحصة ممتازة وقيمة وممتعة للأطفال إذن بجين إخلاص من زاوية كنت من أضرار نحن ثاني نحبك بزاف 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 وشكرا على المرسلة إذن أحبائي عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة هذه وأنا نخلي الصديقي هنا يقعد هنا بس نقعدك هنا وآلا برابوت قعد هنا هاي الله يبارك إلحقنا دركا للجواب عن اللغز ما هي أكبر دولة في العالم من حيث السكان تسمحي تعال لا يحب تعال ويسمك بنتي إيارانية إيارانية وacion مان Display ف من كيفitutional في برج Keyfan ممتازة 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 و مالخصص و م سنة قرأي قد سنة الثينة شاطرة أصبkt ماذا يبارك ما هي أكبر دولة من حيث السكان الصين الصين نحن قينات إنها ما لدينا سكان ما لدينا سما يا جهاز أبي play ما أعرف ما لدينا أكبر؟ ما لدينا أكبر من المليار ما لدينا سكان لا اكبر من المليار أنا لا أستطيع أن أقول لكم الصين لديها ما يقارب 1. 400 مليار ساكن يعني عدد جداً كبير جداً كم عدد سكان الجزائر؟ أربعين مليون إذن قارنو شوفوا مليار وربعمائة مليون بأربعين مليون ساكن إذن الصين بلد فيه كثافة سكانية كبيرة كبيرة جدا ابقاي معايا أعطيلي الهدية تحها أعطيلي الهدية تحها إذن بنتي تعالي شيمس مهبول يعطيك هذه الهدية على شتارتك هلعف بنتي إن شاء الله تسفدي بها أحبائي في كل حصة نصطدفه طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده اليوم عندنا عيد ميلاد بربوشة دعاء 11 سنة إذن تعالي دعاء أروحي بنتي تعالي تعالي إذن دعاء اليوم عيد ميلادك حين نحتفلوا بها وانتوما جمعيا نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا روح يجبوننا لقاتوا تحها دعاء إذن تعالوا تعالوا لتحقوا بيا أصدقائي روحوا قعموا ورايا قعم مورانا 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 كام عيد ميلادك أحد عيد رب تكتب لك عمر جديد اللّه بارد في كويزين وقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عدمي لك سعيد من تبا بيديك نتمنى صحة وسعادة وهنا شرح يا ربي دمية سنة ونعيش أيامها أخرى شرح يا ربي دمية سنة ونعيش أيامها أخرى يا بانين ويا بنات يلا نطير بالونات نسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها للا حروايا محلاها بسمك أنت زيبناها للا حروايا محلاها نسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات نسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو إذن دعاء عم ويزيدي يشعل لك شمع وانتوما ديروا معايا دركال عد التنازل حداش عشرة بسعة مينة سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة ست واحد طفينا شمع دعاء برافو 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 إنجاح تصوير حصة معا عم ويزيدي وانتوما كذلك يا أحبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهادة كما هذه بيش يحتفظ بها كذكرى لمشاركته في حصة معا عم ويزيدي هاي لكتعك هذه دعاء عطيه الهدية تحا وكما وعدناك بنت دعاء رامي راعي البرنامج يعطيك هدية عيد ميلادك إذن وانا نبقى لي إلا قولكم بقاوة على خير سنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم الشروق تيفي في نفس التوقيت نحبكم يا أطفال سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عم ويزيدي لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عم ويزيدي سجلنا في السيدة عم ويزيدي وعيطونا ورانا حاضرين في ستوديو وشكرا نشكروا الحصة هذه نشكروا عم ويزيدي بزاف بزاف جبنا ولداتنا يشاركوا معكم في الحصة جبتنا الحصة هذه ومدابنا دائما تتعود ومشكروا عم ويزيدي يعطيكم الصحة جيت اليوم في حصة عم ويزيدي وكتر خيرك عم ويزيدي وصحة ولم إلينا الضف وعم ويزيدي